السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة سعاد تيفي كانت منى من كل قلبي هاد الفيديو يلقاكم و انتم مفئة صحة و العافية انتم و حبابكم و اللي عزيز على قلبكم كانت منى دائما دائما تكونوا في احسن احسن الاحوال اليوم ان شاء الله غاد يمقترح لكم اقتراح مالح رائع جدا جدا لديد كيتحضر بسرعة ما كيش دليناش الوقت تديرو هكا يا للمساء او للعشاء هكا للخراجات الوجبات المدراسية يعني واحد القتراح اللي ان شاء الله ينفعكم بزاف بزاف بطبيعة الحالي اذا عجبكم هاد الفيديو متنسونيش من لايك ديالكم وتشجيعات ديالكم والله يفرحكم ويجازيكم بكل خير عندوزوا ان شاء الله اللي وصفة ديالنا فالوصفة كيف ما شفتوا معايا وضعت فلفل وحدة خضراء مقطعة صغيرة وبصلة وحدة يعني انا شلطتهم ولا تقطعوهم بالنسبة الكبار ولا صغر انتم ما تتحكموا مع زويتها بلدية او لارومية شحرتهم وضعت عليهم علبة وحدة ديال الطن مصفية من الزيت تحيدوا من هالزيت وكن شحرها كمعهم شي شوية ومن بعد كنضيف القليل من اللي بزر والقليل من الملح بتزيدوا القليل من الكامون القليل من الفلفل الاحمر يعني اللي بغيتو غدي نزيد واحد شوية ديال الحار بنسبة الحار دائما كي يوقع اختياري بنسبة الخضار ممكن تزيدو وتنقصو الخضار يعني على حسابكم كتبغيو الخضار زيدو الخضار بزاف ما كتبغيوش عملوها كي بحالي ولا حتى اذا ما كتعجبكم مش اللي فلفلاتة هي ما تعملوهاش مهم دائما عملو على حسب داك شلي كتبغيو انتمو الأسرة ديالكم غدي ندوز انشاء الله نحضرو الخليط ديالنا فالخليط ديالنا وضع جوج بيضات غدي نوضع ربع كأس من زيت الزيتون غدي نوضع نصف معلقة صغيرة ديال السكر وغدي ناخد الزعتر وغدي نحكم زيان مبنيدية بنسبة للزعتر ممكن تديروه ممكن تستغنو عليه ممكن تعودوه بالقليل من بودرة التوم او للقليل من بودرة القعف والقليل من الفلفل الاسود بنسبة التنسيمة ديال الخليط فعندكم فيها الاختيار بنسبة اذا بغيتو تحصلوا على واحد الكمية سغيرة وضع غير نصف المكونات اللي غدي نعطيكم اي غير بيضة وحدة هكاك وحد جوج معلقة زيت الزيتون نصف كأس من الحاليب بعدما خلطت البيض غدي نضيف كأس من الحاليب الساخن بنسبة الحاليب درجة الحرارة تحملها ليدنا وغدي نوضع ملعقة صغيرة من خميرة الخبز وغدي نوضع نصف كأس من الفينو او للساميد ناعم جدا نسبة للفينو او للساميد ناعم جدا كيعطينا هاد العجين ديالنا او للخليط ديالنا كيجي هكا شوية في واحد نوع من القرماشة اذا بغيتو يجيكم هكا خالط اللي راتب والليلة متوفرش عندكم غدي تديروا نصف كأس ديال الفينو غدي تعوضوه بنصف كأس ديال بقيق بعد ما دخلت الفينو جيدا مع الخليط غدي نضيف كأس الاول من الدقيق وغدي نخلط بشكل جيد بالنسبة انا خدمت معاكم غير بخلطي يداوي يعني كنحاول دائما نخدم معاكم اقتراحات ساهلين بش ان شاء الله متعجزوش اليهم وتزعموا على التحضير ديالهم بعد ما دخلت الكأس ديال بقيق غدي نضيف ربع ملعقة من الملح بالنسبة الملح دائما نضيفها كشوية الاخير بش الخميرة ديالنا كتبقى محافظين عليها غدي نخلط جيدا والكأس الاول مع داك الملح مع جميع المكونات وغدي نزيد نضيف نصف كأس ديال الدقيق بالتدريج بالتدريج اي المجموع ديال الدقيق كأس ونصف مع نصف كأس من الفينو بالنسبة لما استعملتوش الفينو او لسا ميد ناعم جدا فغدي تديرو جوش كؤوس مملوئين جيدا من الدقيق باش نحصلو على قوام ماشي خفيف وماشي قاسح القوام ميكونش خفيف وميكونش قاسح باحد القوام اللي هكاية يعني غادي شوية جاي جامع ما بين القسوحية وما بين هكاية يكون خفيف مهم سما ديرو غير القياس اللي عطيتكم عد حصلو على القوام المرغوف فيه بدي ناخد ان شاء الله هاد ليمول غادي ندير في هاد ليمول صغورين بنسبة الاخوات اللي متوفر عندو سامبل يعمل فيهم عندكم كبارين ديرو فيهم يعني اي مولات عندكم تديرو فيهم او لا بغيتو تجيبوها كب حجم عائلي غادي تديرو واحد المول اللي كبير ان شاء الله يدخل الفران غادي خديت كيفشتو معايا الدقيق خلطتو مع الفينو وغادي هكا اللبس هاد القوالب بسمي الفينو والدقيق باش حتى من الاسفل يجوني محمرين وما يلسقو لياش ويجو هكا شوية كيف كنقولو حررش يعني فيهم واحد النوع من القرماشة خليت المولاد ديالي على جانب الحشوة ان شاء الله غادي نحتاجو حتى الجبن منسبة الجبن كيبقى اختياري تسعملو اي جبن كتبغيو الحشوة اللي حضرنا مع بعض بالفلفلاء والبصلاء والطن ودراء المعلبة اللي ممكن تعاوضوها بالزيتون والعاجنة ديالي كنت غطيتها غير على مبد موجة القوالب ديالي يعني ضروري نغطيها باش هكا يكا ترتاح لنشي شوية غادي نخلطها جيدا باش ننزل الخميرة اللي طلعت فيها وغادي نجيب هاد القوالب كل قالب غادي نوضع فيها كقياس 1 ملعقة كبيرة مملوئة جيدا نسبة انا ما كنملاقش المعلقة بالزيب باش كندير ونعاود ما تعمروهم بزيب باش ما يفيدوا لكم شي في الفرد يعني هكا القياس معلقة كبيرة وحدة معمرة وعلى حسب المول ديالكم كم كبير غادي تديروا يعني واحد القياس اللي يناسبوا يعني بحال هاد المول هادا غادي تعمرو غير الربع دياله يعني ما توصلوش للنص باش هكا يجيوكم طالعين زوينين بالنسبة القوام كانت مني يكون واضح لكم كيكاتشوفوا القوام شوية جامع راسو ماشي قوام خفيف باش يجيوكم ان شاء الله هاد الفطائر ديالكم زوينين غادي نستمر بنفس الشكل اولا بنفس الكيفية حتى نعمر ان شاء الله هاد ليمون فاكيف قلت لكم في البداية غادي نعاود نكررها اذا يعني ما بغيتوش بزاف غادي تديرو غير نصف المكونات اللي هما مايا بيضاء ونصف كاز ديال الحليب وجوج معالق ديال زيت الزيتون يعني غير هكا نصف المكونات يعني السوائل غادي تديرو غير نصف كاز ديال الحليب وبيضاء وحده وصافي وغادي تجمعوه بالضغيق و باش هكا تحصلو غير على واحد السا ديال الوحيدة يعني ما تحصلوش على واحد الكمية اللي كتيرة غادي ناخد الحشوة وغادي نوزعها مباشرة فوق هاد القواليب هكا من الفوق كيف كتشوفوا معايا حاولو توزعوها ما تجيش هكا في ماكر واحد ومن الاحسن ستعملو اليد اليد كيساعد اكتر فانا من بعد غادي هكا نوزع بيدية باش هكا يتقدو ليه و جي هاد الحشوة مزعى يعني هكا يادا يرام الجوانب ومن الواسط ويجيونا لدادين يعني كل عدة جي هكا يزوينة ولديدة انا الخليط اللي اعطيتكم كي عمر ليها 11 وحيدة كي كتشوفوا معايا وزعت على كل وحيدة هكا الحشوة وغادي ناخد الجبن وغادي كل وحيدة ندير عليها القليل من الجبن فالجبن انا درت كي يجيونا كي يجيونا وغادي نزيدهم الجبن فكي ندخلوهم الفران على نار مهيلة مش عال الفران غير من الاسفل حتى كي يطيبو تشوفوها كي يتحمروا من الجوانب عاد كنحمروهم معلى الوجه وكي نزيدوهم شوية الجبن اذا بغيتو كل ما كان الجبن بطبيعة الحال اكتر كي يجيو لدادين اكتر فمن بعد ما كان نخرجوهم الفرن كي يكونوا على هات الشكل بالنسبة للمول كيتحييدوا بسهولة فقط دائما لمول دينا ندعنوهم بالزبدة نرشوهم بالدقيق او لك كيف ادرت معاكم انا نخلطوا بما بين الدقيق والفينو وكي يجيو واحد الفطائر رائعين جدا ونقدر نقول لكم كي يجيو بحل ميني بيتزا سائلة يعني شي حاجة اللي رائعة جدا 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 داك الفينو اللي عملنا كيعطيهم واحد قرمشة اللي يزوينا بزاف كي يجيو تقريبا هكا داك العاجين كي يجي هكا فيه واحد نوع من القرمشة تماما بحل هكا شي بسبوسة وما هدو الفطائر دينا عن قرب كانت مني يكونوا واضحين لكم كي يجيو محمرين من الجوانيب ومن الفوق كي يجيو شاشين بزاف بزاف كي يجيو لدادين فالحشوة في بداية ما اذكرش انه يعني ماشي بالضرورة تديروا الطون ممكن تديروا الدجاج اللي يكون مقطع صغير وار ممكن الكفتة ممكن الحوت يعني اي اي نوع من اللحمت وما يكا تفضلوا ويدا عزيز عليكم الخضار تديروا غير بالخضار فقط قسمت معكم حدا كي يجيو عليها تشك يجيو ممتازين ورائين رائين جدا كنتمنى ان شاء الله تجربوهم تأكدى مليون بالمئة غادي عجبوكم وغادي تستمتعوا بهم وتقدموهما كي يكونوا وخا بردين كيكونوا بنينين يعني سواء كنسخان او الا بردين كيكونوا زوينين ولدادين بزاف بزاف اتمنى من كل قلبي ان هاد الفيديو نال اعجاب ديالكم وكنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين اذا كيعجبوكم الفيديوهات اذا كيعجبوكم الفيديوهات اللي كنقدمو كتستفدو منهم دعموهم باللايكات ديالكم برتجوهم مع الاهل والاحباب ديالكم ولكم مني جزيل الشكر والتقدير تهالله ولي افراسكم استودعوكم والله اهدمتم في رعايتي الله وحبته مع السلام شكرا